موسيقى مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى أين تتجه الأوضاع العسكرية والإنسانية في ريف حلب الشمالي؟ هل يلبي إعلان تسعة فصائل ثورية عسكرية توحدها في حلب وريفها آمال الشعب الحلبي الذي يطمح لجيش حلب؟ هل حان وقت امتحان آخر الخطوط الحمراء التركية؟ ماذا تخبئ الأيام القليلة القادمة مع إصرار المملكة العربية السعودية على الاستعداد لتدخل بري في سوريا بغطاء التحالف الدولي؟ أسئلة تلخص محاور هذه الحلقة من برنامج سوريا في أسبوع والتي يسعدنا أن نستضيف خلالها هنا في الأستوديو الكاتب والباحث السياسي الأستاذ محمود أثمان وعبر الهاتف من حلب رئيس المكتب السياسي لتجمع ألوية فاستقم الدكتور زكريا ملاحفجي حياكم الله ضيفي الكريمين الله يسألكم بداية أستاذ محمود كيف تتابع ما يجري في ريف حلب الشمالي وكيف تتابع الحكومة التركية ما يجري هناك؟ هناك مثل تركي يقول الخميس ببان من الأربعاء يوم الأربعاء ينبئك ما سيحدث في يوم الخميس ما وصل إليه الحراك الثوري من أحداث أليمة متأخرة كانت إرهاصاتها وعلاماتها وذلائلها تقول بأنها قادمة هناك دورا أساسيا لم نقم به نحن كسوريين كتائب ثورية وهناك أيضا دورا لم تقم به الدول الصديقة والشقيقة وعندما يتفشى المرض تصبح عملية العلاج أكثر صعوبة ويصبح كمية الدواء تحتاج إلى جرعات مضاعفة وبالتالي ما كنا يجب أن نفعله وبكلفة أقل بكثير كون أننا لم نقم به لم نقم بواجباتنا سواء كسوريين كتائب ثورية سورية وأيضا كدول شقيقة وداعمة أجلت وسوفت وراهنت على الموقف الأمريكي تحديدا وبالتالي وصل الأمر إلى ما وصلنا إليه نعم دعني أنتقل أستاذ محمود إلى الدكتور زكريا من حلب دكتور زكريا سقوط مدينة تنرفعة في يد وحدات الحماية الكردية ما الذي شكله عسكريا بالنسبة للثوار؟ أهلا أخي الكريم تنرفعة تعتبر قرية هامة واستراتيجية مهمة جدا من حيث عدد سكانها من حيث وجودها على الطريق من حيث لها رمزية في الريف الشمالي في الثورة خلال ثلاث سنوات طبعا بنفس الوقت هذا أنه بقيت عزاز منطقة شبه محاصرة أو محاصرة خلينا نقول لأنه يعني داعش جهة الشرق البكيكي من جهة الجنوب والغرب فسيطرة على تنرفعة يعني أمر خطير إليه إليه إلا أنه تنرفعة متما تلاك إلى أهمية وإلى رمزية أيضا يعني تنرفعة مارع عندان إليه الرمزية في ريف حلب عموما يعني في الثورة خلال خمس سنوات الماضية إذن يعني بعد سقوط تنرفعة هل تتفاقم المخاوف بشأن تحرك واستغلال من قبل تنظيم الدولة لما يجري ولهذا الضغط على الثوار لتحرك باتجاه إعزاز عفوا باتجاه مارع وكذلك أيضا استغلال بعض الأطراف الأخرى للسيطرة على إعزاز في الريف الشمالي والله أخي الكريم للأسغف يعني تكاثرت الوحوش على الريف الشمالي يعني اليوم داعش وهجماته البي و اي دي وحدات الحماية الكردية وربيبتهم جيش الثوار من طرف النظام وتمهيد الروسي العنيف جدا اللي ما شهدته الساحة السورية على الإطلاق بشكل كبير جدا واضح أنه في تناغم في تخادم بين الجميع في تنسيق عالي جدا لأنه النظام عم يعلن كل ما تقدمت وحدات الحماية الكردية لمنطقة عم يعلن أنه استرجع على أساس أنه وحدات الحماية الكردية شيء مخالف واضح في ضوء أخضر دولي لوحدات الحماية الكردية بهذا العمل هذا واضح جدا طبعا لكن هذا الأمر لن يدوم يعني أنا قلت لعدد من وسائل العلام قد يسيطر الروس قد تسيطر وحدات الحماية الكردية لكن لا يمكنهم يحكموا هذه المنطقة على الإطلاق لأن الناس السوريين عموما رفضوهم بيعتبروا الروس دولة محتلة بيعتبروا وحدات الحماية الكردية جهة باغية معتدة اعتدت على أراضي الناس واعتدت على أملاكهم وعلى قرى محررة يعني صار لها سنين طويلة حاولوا يسيطروا بأكثر من منطقة وكان لهم قانون مصادرة أملاك الغائبين وإلى آخره تهجيرهم لكثير من القرى العربية والتركمانية للأسف قد يسيطروا لكن ما ممكن يستمروا ما ممكن يحكموا وضعوا نفسهم طبعا هنن غير مرغوبين من جهة الأشقاء الأتراك وبنفس الوقت الساحة لا يمكن تقبل فيهم على الإطلاق ترفعة نفسها اللي رفعت بـ 2012 لافته عم تحيي فيه الأكراد والتآخي الكردية وأزادي أولى آخره اليوم نفسهم هنن أجوا وطعنوا وغدروا في ترفعات هذا الأمر لن يدوم ما ممكن ليغادر أو باغي أو ظالم يستمر اليوم تحديدا فيه هجمات لاستعادة للرفعات فيه ترتيبات عديدة في الساحة إن شاء الله الأمور يعني رح تتحسن اللي عم يساعدهم طبعا يعني حتى تقدموا باتجاه منه وطعن الرفعات كان فيه على الأقل 30 غارة روسية حتى خدروا يتقدموا بهذه المنطقة داني دكتور أتوجه بالسؤال لأستاذ محمود ضيفنا هنا في الأستوديو أستاذ محمود ما غاية هذه التحركات للميليشيات الكردية في شمال حلب يعني هل هو بحث عن استقلال بحث عن إدارة ذاتية أم تقديم خدمات مجانية للروس والنظام السوري أعتقد أن الحركة الانفصالية الكردية تراجعت كثيرا وخصوصا بعد عملية تسليم عبدالله أجلان إلى تركيا ثم بدأ عبدالله أجلان وقيادة هذه الحركة بالحوار غير المباشر مع الحكومة التركية ثم تحول إلى حوار مباشر ثم عندما أصبح الوضع في سوريا سانحا ومهيئا قلبوا الطاولة على الحوار مع الحكومة التركية وأرادوا أن يستغلوا الوضع الفراغ الأمني الحاصل في سوريا وهناك من القوى الدولية من مناهم ووعدهم بالدعم العسكري وبأنهم يستطيعون أن يحققوا حلمهم بالانفصال بكنتونات في سوريا وأيضا كنتونات في تركيا هم من ناحية هم أداة بيد القوى الدولية والأقليمية وهذه المرة اجتمع على دعمهم الروس والأمريكان فاعتبروا أن هذه فرصة تاريخية ممكن أن يحققوا حلمهم بالانفصال فقفزوا فوق كل التعهدات وكل التفاهمات وكل الأجندات الوطنية التي وافقوا عليها من قبل ليستغلوا هذه الفرصة نعم المشكلة أستاذ محمود أن هذه الأحلام بالانفصال بالنسبة لنظام الأسد الذي يدعمونه بشكل مباشر أو غير مباشر يعني اعتبر هذه الأحلام أوهام على لسان بشار الجعفري يعني لماذا يواصلون دعم هذه أو هذا النظام بهذا الشكل يعني هو العقلية الانفصالية الكردية لنقول تقع دائما بنفس يعني يتم توريطها ثم تقع وفي كل مرة يقولون لهم لا هذه آخر مرة نورثكم فيها لا هذه مرة جدية يدرك الأتراك ويدرك قائدهم زعيمهم يعني الأكراد زعيمان تاريخيان حقيقيا والباقي بالتعبير السوري فراطة يعني الزعيم التاريخي الأول هو برازاني والزعيم التاريخي الآخر هو عبدالله أجلان عبدالله أجلان اقتنع بأن النضال المسلح وعملية اقتطاع أرض للأكراد من أي دولة غير ممكن ورأى بنفسه أن الإسلاميين في تركيا صبروا وكانوا محاربين مثله مثلهم كانوا محاربين من قبل الدولة التركية ثم يعني لما اتبعوا أسلوب النضال السلمي وصلوا إلى الحكم والآن يحكمون تركيا فهو اقتنع بالحل السلمي وبدأ يفاوض الدولة التركية كما ذكرت قبل قليل وقطع أشواط كبيرة وفعلا كان هناك ما سمي بالسلم الداخلي أو المصالحة الوطنية حصل من خلالها الإخوة الأكراد على حقوق كبيرة جدا وهذه حقوق يعني هي حقوقهم لا يمن عليهم أحد لكن الحرب هي التي تمنعهم من الوصول إلى هذه الحقوق وخصوصا إذا كانت حرب من أجل أهداف انفصالية وبالتالي سواء الزعيم مسعود برزاني أو سواء الزعيم أيضا التاريخي عبدالله أجلان ويعني كلاهما من مشربين مختلفين تماما يؤكدان على أهمية وضرورة المصالحة مع الشعوب الأخرى واستعادة الحقوق الكردية فعلا الأكراد تعرضوا إلى مظالم كثيرة والآخرين لا يعترضوا على هذه المظالم وبالتالي الحوار هو الذي يجلب الاستقرار ويجلب السلم نعم بالعودة إلى ما يجري في ريف حلب الشمالي دكتور زكريا هذه الحالة القائمة في ريف حلب الشمالي انتقالها إلى ريفي إدلب واللاذقية الشماليين هل هذا قائم إذا ظلت تخاذل الدولي والإقليمي على ما هو عليه نعم أخي الكريم طبعا الفترة الأخيرة من حوالي أسبوعين أو أكثر بقليل كان فيه سعي حثيث قبل ما كان موعد جنيف من الروس لسيطرة على الشيخ مسكين اللي هو طريق استراتيجي رئيسي بيربط ما بين دمشق ودرعة وبنفس الوقت كان فيه سعي لسيطرة على منطقتين أساسيات للتركمان والأكراد في سلمة وربيعة بعدين أيضا استكمال السيطرة على ريف حلب الجنوبي والآن ريف حلب الشمالي هذا واضح وبشكل عنيف جدا بحرب إبادة كبيرة جدا يعني الروس اليوم التقارير عم تشير إلى 15 ما بين مشفى ونقطة طبية حتى مركز أطباء بلا حدود اليوم أنا أقول أنه وحدات الحماية الكردية ورطوها في ريف حلب الشمالي وتصور بعد فترة رح الله الآن ما عم يشعروا بعد فترة سيشعروا بأنه هن يتورطوا يعني طوريط كبير جدا ومأزق صعب ما رح يخرجوا منه بسهولة حلب ما ممكن يعني تتحاصر هو الآن قطعوا الطريق صار في شبح حصار يعني بقي طريق واحد فقط لكن العمليات قائمة لكن الإصرار موجود ومثل ما قلت لك قد يسيطروا يعني لفترة لكن ما ممكن يحكموا هاي المنطقة على الإطلاق هذا الأمر واضح أنه مثل ما حكينا وحكي ضيفك الكريم يعني هو ضو أخضر روسي أمريكي بدعم وكذلك الأمر بتنسيق عالي مع النظام حتى في إعلام النظام حتى في كل شيء هذا الأمر ما ممكن يعني يقبل بنفس الوقت المنطقة الجوار غير ملائم يعني أنت الآن الأشقاء الأتراك من طرف الساحة المنطقة العربية التركمانية من طرف كل هذا ما ممكن يشعروا يعني يشعروا بالأمن أو الاستقرار إطلاقا رح يتم في مناوشات رح يتم في مواجهات رح يتم في يعني الآن مثلا المدينة مارع حاولوا يتقدموا باتجاهها أصروا إصرار أهالي مارع يعني الشجعان من أهالي مارع من أوائل منطفضين طبعا في المنطقة أنه ما ممكن يسلم مارع إطلاقا حتى على جثثهم يعني ففي إصرار كبير جدا يعني نعم في إطار هذا الإصرار وفي إطار مواجهة ما يجري في ريف حلب الشمالي أبرز تسعة فصائل بحلب باعت قائدا عسكريا واحدا هو أبو جابر القائد السابق لحركة أحرار الشام من بين تلك الفصائل تجمع فاستقم الفصائل نوهت إلى أن تلك البيعة هي بيعة قتال لا باعة كاملة ما قيمت هذه الخطوة بعد أن بدأت الفصائل بفقدان السيطر على بعض المناطق المحررة في الريف الشمالي وهل نتوقع أن تكون خطوة لتشكيل جيش حلب الذي طالب به الأهالي أخي الكريم بالنسبة لهذا الأمر هذا أمر يعني إسعافي للظرف الحالي أنت لابد الآن في هاي المواجهة لا سيما القوات الجيش الحر موجودة في حالة متوزعة ما بين الريف الغربي ما بين الشمالي ما بين المدينة وكله ما بين نقاط رباط وما بين مواجهة عسكرية فتم تخصيص كتلة عسكرية ضخمة بقيادة أبو جابر يقود فيها معارك في عدة جبهات هذا هو الهدف فالفكرة هي فكرة قوة مركزية متحركة يرسلونها لتعزيز الجبهات لكن مسألة توحيد الفصائل في حلب هذا الأمر يعني نحن عم نشتغل عليه أنا كنت قدمت مبادرة مع عدد من الإخوة اللي هي الجبهة الشمالية وآخرين من الإخوة قدموا مبادرات حتى الشارع الشعبي فالآن إن شاء الله هذا الأمر ماشيين فيه وإن شاء الله الأيام القليلة القريبة رح تشهد تطورات وتكتلات وتحالفات والآخره يعني إن شاء الله رح تكون مناسبة لخلق توازن ومواجهة هذه الهجمة الشريسة الحقيقية نعم أشكرك جزيلة شكر الدكتور زكريا ملاحفجي رئيس المكتب السياسي لتجمع ألوية فاستقم كنت معنا من حلب فاصل قصير مشاهدين الكرام نتابع بعده بقية محاور هذه الحلقة فتفضلوا بالبقاء معنا أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام أستاذ محمود افتتاح ممثلية للحزب الديمقراطي الكردي في روسيا هل يشي بدور كبير مرسوم لهذه الميليشيات في مستقبل سوريا ووحدة أراضيها لا أعتقد ذلك هذه خطوات لها مغزاها السياسي لكن لا تؤثر على حقيقة الوضع علينا أن ندرك جيدا بأن أسوأ سيناريو بالنسبة للثورة السورية وللمواطن السوري أن هذه القوى ذهبت أنا أعتقد أن جميع القوى ذهبت إلى الحد الأقصى الذي يمكن أن تذهب إليه هناك عملية إنجاز التعبير احتلال أرض أو التقدم نحو أرض الأهم من ذلك هو الاحتفاظ بهذه الأرض كل شيء له ثمن يعني الاحتفاظ بالأرض له ثمن الآن سواء على صعيد الروس كقوة محتلة عظمى أو على صعيد الإيرانيين كقوة أيضا محتلة أو حزب الله أو هذه الوحدات الكردية الانفصالية لن تستطيع المحافظة على ما استولت عليه لفترة طويلة وبالتالي ربما يكون من الناحية العسكرية ولست خبيرا عسكريا لكن ربما يكون من الناحية العسكرية أسهل على الجيش الحر أن يخوض حرب عصابات لا تكلفه عملية حماية الأرض لا تكلفه شيئا كثيرا وبالتالي علينا أن لا نذهب بعيدا في النذب والعويل وشتم الآخرين وخصوصا خسارة الأصدقاء لتراجع معين علينا أن نبقى في الإطار الاستراتيجي نحو مآلات الثورة السورية الآن يبدو أن الأمريكان أعطوا الروس مهلة خذوا مهلة حقق ما تستطيع أن تحقق يدرك الأمريكي جيدا بأن الروسي لن يذهب أكثر مما ذهب إليه وبالتالي الروسي عندما يستخدم الحركات الانفصالية الكردية للضغط على تركيا هو يريد أن يفتح جبهة مع حلف الناتو وليس مع تركيا لا يوجد خصوصا بالعصر الحاضر وخصوصا مع مجيء حزب العدالة والتنمية العلاقات بين روسيا وتركيا يعني ارتقت إلى مستوى الاستراتيجي وكان هناك تنسيق عالي وكان هناك خشية كثير من المفكرين السياسيين في تركيا قالوا بأن هناك انحراف في التوجه السياسي التركي من حلف الناتو إلى حلف آخر هذه الأمور تم نقاشها الآن بين عشية وضهاها يعني يصبح هذان البلدان عدوان وعلى وشك المواجهة العسكرية أعتقد أن الأتراك يدركون جيدا بأنهم ليست تركيا هي المستهدفة من قبل روسيا روسيا تريد أن تستثمن أن تقطف ثمار استراتيجية من الناتو من الأمريكان تحديدا وإن كان هذا الأمر باستفزاز تركيا أو الهجوم على تركيا بالحديث عن تركيا استهداف المدفعية التركية لبعض المواقع مواقع قوات الحماية الكردية في الشمال السوري هل هي خطوة في بداية تدخل بري؟ لا أعتقد أن تركيا ستدخل بريا لأن تركيا ربطت ومنذ اللحظة الأولى علينا أن لا ننسى أن الدولة العثمانية تم توريطها من قبل الغرب وحاربت روسيا وخسرت الحروب كلها مع روسيا نعم وكل الحروب التي خاضتها تركيا مع الروس كانت بتوريط غربي والآن يقولون التاريخ لا يعيد نفسه لكن في بعض حلقاته يعيد نفسه الذاكرة التركية في التوريطات في الحروب الإقليمية والعالمية مليئة ومليئة بتجارب مريرة يعني الأمريكي قد يدفع بالتركي إلى التدخل في سوريا وبعد أن يتدخل يسحب يده التركي لا يريد أن يحارب إيران في سوريا ولا يريد أن يحارب روسيا في تركيا في سوريا على الأرض السورية وبالتالي وهذا يعني ليس لا في مصلحة سوريا والشعب السوري وليس في مصلحة تركيا أيضا أما إذا كان هناك تحالف دولي والأمريكان باركوا هذا التحالف الدولي وأعطوا الغطاء السياسي تركيا منذ انطلاق الثورة السورية حتى هذه اللحظة كل ما اتخذته من خطوات وقرارات كلها كانت ضمن القانون الدولي وتحرص على أن لا تخرج من القانون الدولي ولا بجملة واحدة لأنها عانت الأتراك عندهم مثل يقولون بأن احترق فمنا من شرب الحليب الساخن فأصبحنا ننفخ على اللبن قبل أن نأكله فعلا الأتراك لهم تجربة مريرة مع توريطات الغرب وبالتالي هم لا يريدون أن يخطوا بأي خطوة إلا من خلال من خلال ضيطاء قانوني دولي وبالتالي هم تحركوا على من خلال إنشاء محور استراتيجي مع المملكة العربية السعودية ووضعوا أمريكا في أمام امتحان حقيقي الأمريكان أمام امتحان مصداقية هم كانوا يقولون إذا كنا نذكر منذ سنتين تقريبا يقولون داعش هي حركة سنية ومن الأفضل أن تحارب من قبل العرب السنة تحديدا طيب الآن العرب السنة قرروا أن يحارب داعش ولكل يدعي أنه يحارب داعش وداعش قلال سنتين أثبت يعني أثبت الحرب المزعومة عليها فشلها يعني الآن أنتم فشلتم قلتم حاربنا داعش وداعش تتمدد وتتوسع وقلتم أنه يجب أن نحن السنة أن نحارب داعش طيب الآن أنتم فشلتم ونحن جاهزون لحربها أعطونا غطاء قانوني دولي الآن تمتنع الأمريكا نعم حتى الآن يبدو أن المملكة العربية السعودية حصلت على ما يشبه الضوء الأخضر الأمريكي بهذا الشأن يعني وزير الخارجية السعودي عادل جبير صرح بأن واشنطن رحبت بعرض السعودية نشر قوات خاصة دعما لعملية برية ممكنة للتحالف الدولي في سوريا هل يعني يمكن أن نفهم ذلك في إطار يعني عدم رغبة الولايات المتحدة باستفزاز حليفتها التقليدية المملكة العربية السعودية خاصة مع عزمة الثقة التي وقعت بين الطرفين مؤخرا بشأن الملف النووي الإيراني يعني كلنا يعلم وكلنا يعني كل المتابعين للشأن يرى هناك تناقضات في التصريحات الأمريكية يعني بينما يأتي جو بايدن إلى تركيا ويعطي الأضواء الخضراء افعلوا ما شئتم ينسق حتى على الصعيد الفني التكنيكي كان هناك ترتيب حول المنطقة العازلة ثم المنطقة الآمنة ثم تحوذت إلى منطقة نظيفة يا أخي مع ذلك كان هناك في نفس الوقت هناك مسؤولين أمريكان آخرين مثل وزير الخارجية أو رتب عالية في هيئة الأركان الأمريكية تصرح حكس ذلك إذن لا يعتمد على التصريحات الأمريكية ولا على الأضواء الخضراء التي يعطونها هنا وهناك إلا من خلال تعهدات قانونية مكتوبة واتفاقات موقع عليها بين الدول ذاك الذي يعتد به أما التصريحات هنا وهناك علينا أن نقرأ كثير وهذا هام جدا كثير من التصريحات سواء للمسؤولين الأتراك أو للمسؤولين في المملكة العربية السعودية وحتى الإخوة في قطر أن نفهمها من باب ما يجب فعله لا ما تم إنجازه يعني هناك كثير من التصريحات يجب أن نقرأها جزء منها من خلال موجهة للرأي العام العالمي وجزء منها ما يخص تركيا أيضا لرأي العام الداخلي وبالتالي التصريح السياسي أنا أعتقد أنه أشبهه بالفتوى التي تقدر مكانا وزمانا وشخصا يعني لمن كان هذا التصريح وأين وما هي وجهة الرسالة التي أريد لها أن يصل إليها هذه الرسالة بحديث أستاذ محمود عن الثقة بالمواقف الدولية والإقليمية هل يمكن القول أنه لا يمكن الأطمئنان سعوديا على الأقل لدور حكومتي مصر والأردن فيما يتعلق بالملف السوري خاصة مع الصورة النمطية لهاتين الحكومتين بالارتزاق على كل المواعد يعني أعتقد أن الأمة العربية تحديدا تخوض حرب وجود من عدمه يعني الأمريكان عندما وقعوا اتفاق النووي مع الإيرانيين أعطوهم هديتين أولاهما أن تصبح إيران جزء من منظومة أمن الخليج يعني أن تصبح شرطي الخليج وهذا معناه حاميها حراميها وكلنا بإمكانه أن يتخيل ما بوسع إيران أن تفعل في حال أصبحت شرطية للخليج وبالتالي المملكة العربية السعودية قامت بردة فعل قوية وحازمة وصحيحة وقلبت الطاولة على رؤوس مخططيها واستطاعت أخذ زمام المبادرة في هذه النقطة تحديدا ومنعت أو حالت أو أجلت هذا الأمر الآن الخشية أن تتحول هذه الجائزة من الخليج إلى سوريا هناك خشية حقيقية علينا أن نحذرها نحن السوريين الأمة العربية لا يمكن أن يكون لها دور رئيسي وريادي بدون مصر أنا أعتقد أن هناك فرصة تاريخية للمصالحة بين تركيا ومصر وخصوصا مع وجود المملكة العربية السعودية التي بإمكانها أن تلعم دورا أساسيا في ترطيب الأجواء الأمة العربية والأمة الإسلامية لا تستطيع أن تستغني عن مصر مصر دولة رئيسية صحيح أنها غابت أو غيبت عن الوضع السياسي لكن وخصوصا التصدي لأطماع إيران التوسعية والهدامة التي تستهدف الأمة العربية استهدافا حقيقيا تستهدف وجود الأمة العربية الإيراني له حق التاريخي على الأمة العربية وآسف أن أتكلم بهذا المنطق القومي لكن هذه حقائق على الأرض لمسناها جميعا وبالتالي ليس لدينا رفاهية أن نتخلى عن مصر أو دور مصر يجب أن نكسب مصر وأيضا ليس لنا رفاهية أن نتخلى عن دور الأردن هذا كل مرتبط بترتيب البيت الداخلي المصري وتقوية مناعة البلد لا لا أنا أعتقد أن العامل الخارج يعني اللاعب السعودي الآن أصبح لاعبا إقليميا وملأ إلى حد ما ملأ الدور المصري بإمكان الدبلوماسية السعودية أن تبني جسور من الثقة مع مؤسسة الجيش المصري تحديدا يعني علينا أن نكون صراحاء الدولة المصرية مملوكة إلى حد كبير من الجيش المصري وبالتالي فتح خطوط وقنوات وبناء جسور ثقة هو مطلوب وضروري في هذه اللحظة وخصوصا إذا تم أيضا عملية بناء جسور مع الطرف التركي وتم الحد من غلواء القيادة المصرية الحالية يعني هي ذهبت بعيدا في العداء للحركات الإسلامية بالإمكان الحد وأيضا الحد من الأداء العنيف للطرفين وبالتالي يكون هناك مصالحة وتكسب الأمة العربية مصر التي هي اللاعب الرئيسي للتصدي لعملية التي تستهدف وجودها أساسا شكرا لك الأستاذ محمود عثمان الكاتب والباحث السياسي وكما أشكر أيضا الدكتور زكريا ملاحفجي رئيس المكتب السياسي لتجمع الوية فاستقم الذي شاركنا خلال هذه الحلقة عبر الهاتف وشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة في ختام هذه الحلقة هذه تحية من فريق البرنامج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته